اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب ان تواجهها بطريقة معينة تبلس سودا بس بعدين بتشوف بصيص امل شلون كان فيه طالب في كلية الدراسات التجارية في اول كورس ما كان حاب الدراسة مو قادر يتأقلم ما يحاضر محاضرات ما يتعامل بجدية في احد اختبارات تصرف تصرف خاطئ جدا يعني تصرف غير جيد وقفه الدكتور كان يقول له هذا مو مكانك توكع الله انت محروم من الكورس كله صار الموضوع كبير بالنسبة لها الدنيا صارت سودا وصجن حرم الكورس راحت الايام ردت الايام قرر ان يغير الدراسة والتخصص الدراسي وراح خذ الشهادة الكبيرة على قارتهم ورد حاليا هو اعلامي والدكتور اللي سوال لها الموقف موجود معه في استوديو الطالب هو محمد المؤمن والدكتور هو الدكتور عيد المناع ضيف اليوم انا وسهلا فيك دكتور اراحب فيك اليوم الموقف حرج دكتور اكاديمي ومحلل سياسي وايضا الكاتب الصحفي الاخ اي الفضالة ايضا الاخ اي الفضالة قبل ان اطلع الهوى كان يتكلم عن الدكتور ويعني سيرة الدكتور ما عاش يصيان فالوضع اليوم مختلف هذا جانب في المقدمة وهو كيف ترى الامل الجانب الاخر لانا بعدها راح اترك المجال لضيوف كاملا سالفة مو وقته عفوا نحن في المجال الاعلامي نوجه الرأي العام ولكن ما نحدد ما يقلنا عبر ما تقولونه شلون شل القصد محمد الأسبوع اللي طاف كان أغلب حائس على موضوع الحضر الجزئي وكل قاعد يتكلم ولا حق في نقطة خلاف قلنا خلنت تكلم عن الشيء الاقتصادي يمكن كنا احنا و ترامب ما ادري يعني ولكن لم يطرح بشكل كبير بعدها قال للناس مو وقته مو وقته نهاية الأسبوع كلناس قاعد يتكلمون عن الاقتصاد والأزمة الاقتصادية اليوم لابن تكلم عن موضوع ممكن يكون شائك لكن أتمنى ما نسمع مو وقته 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 شنو دورنا كإعلاميين ما نروح صوب القضايا البسيطة مو واطن زل مو واطنين يغدون عليه لكن نوجه الرأي العام اليوم الحديث راح يكون عن التعاطي الشعبي مع الإجراءات الحكومية هل على قدر المسئولية وهل ممكن تخاذه للبعض يوصلنا إلى الحضر الكلي ولكن بعد استطلاع الرأي الناس كلها بتخاف من الكورونا ولازم ناخد بالنا الموضوع مثال بوصل إيطاليا وبريطانيا وزبانيا وفرنسا الناس دي متدمارة مع أنهم متقدمين علميا وطب وكل حاجة فلازم ناخد بالنا ونحترس على قد ما نقدر حكيت طبعا بخاف على نفسي وبخاف على المجتمع وبخاف على أهل الدير وأهل الكويت كلهم طبعا بخاف وأخذ حضري وربنا يسطرها إن شاء الله على الجميع وعلينا كلنا إن شاء الله طبيعي أن الواحد يخاف من مرض منتشر في كل أنحاء العالم وطبعا كل الدول بتعاني منه نخاف من الكورونا ونخاف من الأمراض ونخاف من حاجات كثيرة والله ستة عرب العالمين إن شاء الله ونحن مغضين بالأسباب يعني وإن شاء الله الله يحمي الجميع إن شاء الله الله يحمي الجميع الكورونا أصلا ده وباء وباء جاي وربنا اللي يعلم به ونحن نقول إن شاء الله ربنا يعدي على خير وربنا يحفظ الكويت ومصر وشتن أمه العوان ومصر ومصر رجعنا معاكم مشاهدين الكرام وإلى الضيوف الكرام دكتور عيد المناع المقدمة كانت هذه ولكن أتمنى الحلقة ما تكون في هذا الهدوء والسؤال هو التعاطي الشعبي مع الإجراءات الحكومية وخصوصا الوافدين أولا تحياتي لك محمد ولأخي العزيز أستاذ علي الفضارة ومشاهديننا الأكارم أنا أعتقد أنه التعامل الشعبي نسبي الالتزام قبل الحضر كان فيه حركة حقيقة للأمانة أنا كنت أطلع في شغلات معينة يمكن تعرف أن تعلام وما أعلام وكذا كان الشارع فيه ربع الكم أغلبها الحقيقة من الأخوة الوافدين الأغلب يعني كملاحظة بالعين المجردة أغلبها من الأخوة الوافدين هذا قبل الحضر الجزئي قبل الحضر الجزئي شايف لأن أنا يعني وأنا أمشي أقول ليش طيب ما هو أنت تعرف الحقيقة الكويتي ما قسرت حكومته وفرت له اللي يبي صح لكن هذا الوافد يا أخي اللي قمت عيش عيش أولاده يركض وراء هذه القضية وبالتالي هو مضطر في هذه الجوانب يعني في كل الأعمال اليدوية غالبا أو الحرفية وافدي يعني ما تلقى كويتي للأسف في هذا الجانب يعني تقول لي تعد لي واحد اثنين واحد بالمئة ما تنفع الغصة لذلك يعني هذه كانت الحقيقة بعد الحضر أنا أعتقد أنه للأسف زادت الضيم بله يعني صار الصبح العالم كلها تطلع بحجة نعم قضاء أيضا يعني متطلباتها أنا أذكر أنه ليلة من الليالي اللي لما طلع الحتي أنه راح يصير وضع معين وكذا كانت أي يوم الحقيقة في مراير لا قبل قبل يعني مو كلي أنا ما أتكلم عن كل شايف كانت الحقيقة يعني عالم هجت إلى الجمعيات وإلى كل المراكز وإلى آخره حقيقة متحدة رسمية لا نعين ذاهبون أو متجهين المهم فأنا الحقيقة يعني كنت مضطرة روح الحقيقة رحت الجمعية ورحت الجمعيتين رحت ثلاثة مالك عمل تلقى عربانة يا رجل مالك عمل رحت لمركز سلطان الحقيقة نفس الشيء نفس العلة اللي بالضجيج تخيل يعني توقعت أنها أقل فالمهم قاعدنا تخيل اشترينا غراضنا أنا والخدامة الحقيقة اشترينا غراضنا وقاعدنا ننتظر دورنا يا ربع ساعتين يمكن تخيل شنه القصة يعني على هذه الزحمة فالناس الحقيقة التعامل سيء التعامل الشابي أو التعاطل الشابي مع القوة مش ما نقول سيء نخلوا مرحلة الهستيريا العالم أيوة العالم المفاجأة شايف الوضع اليوم هذا يمكن للأسف هذا غزو آخر يعني في الغزو والناس كانت تجمع خائفة أن ينقص عليها كل شيء وللأسف الشديد كثير منهم مطلعوا وخلوا كل شيء هذه بعد مأساة الحقيقة بينما عفوا من محمد بينما الآن الحقيقة الكل يحرص على أن يحصل كل شيء لكن الحقيقة أكثر من نجح في هذا الوضع هو الحكومة نجاح يسجل لها الحقيقة بكل اعتزاس هذا السؤال اللي كنت منتقل فيه لأستاذ علي بنتقلنا وبرجعلك ما تشوف السبب في هذه السيريا هي الإجراءات الحكومية الصادمة شوف خلني أرجعلك شوي للتاريخ نعم في بعد التحرير يعني الشعب الكويتي فقد مصدقيتها للحكومة ما قام يصدق الحكومة يعني مو ما أقول أنا أقعد الصبح على دورة في ست ساعات احتلوها إن الإجراءات الحكومية بدرجة أن حتى بعد التحرير صارت لجنة تحقيق يعني ما كان هناك ثقة لدى الشعب عند الحكومة لجنة تقصي الأزلة التقصي بسبب إجراء ما حدث لذلك أعتقد الآن الحكومة استطاعت في الفترة الوجيزة الآن أو بدايتها كان هناك تخبط لأنه عمل فجائي وحالة استثنائية هو ليس غزو لكن هو وباء وما يدرون درجاتها يعني ورح نصل لأي مرحلة ابتدت الحكومة تعمل يعني الحكومة قادرة الآن أن تتخذ كل الإجراءات المناسبة لحماية شعبها وحماية الدولة لذلك أعتقد هي وصلت إلى نجاح باهر ورئيس الوزراء الحالي استطاع أن يخلق الحب بين المواطن وبينه الحكومة الآن المواطن الكويت قام يحب الحكومة الآن قام يدافع عنها في كل شيء حتى ما يرضى عليه حتى العضو يتكلم حتى أي إنسان حتى التاجة الآن ما يقدر يبطل حالشي لأنه لذلك وصلوا الآن إلى فتحوا أبواب يعني الجسور المحبة اللي بينها وبين الحكومة ورأيت أن تستثمرها في السابق كان فيه قاب والسبب أن أحداث تاريخية صار هناك عدم موجود ثقة يعني خلنا نقول بين الحكومة وبين الشعب خلنا نقول بين الأسرة الحكومة وبين الشعب بسبب الأحداث اللي حدثت دواوية الأثنين المهم الأسرة هي موجودة كبات الأسرة لا أنا أتكلم بتاريخنا ما لسأل الإساعة الهدف من اللي كان هناك القاب هذا بسبب عدم الثقة الموجودة في الشعب مظاهرات هذا سابق لذلك أدخلوا كم الهائل من الوافدين لإدارة البلد مفاصل للبلد فكنا قبل الغزو كان إدارة مفاصل للبلد كانوا الأخوان الفلسطيين وحتى بقرب أصحاب القرار فكانت القرارات سياسية مختلفة ما بعد الغزو ونفس الطريقة أدخلوا كم الهائل من الوافدين بدأ عدم وجود الثقة الثقة كانت مهزوزة بين الشعب وبين الحكومة الآن الحكومة استطاعت في خلال الفترة اللي فاتت عن تجعل لها محبة وما كان لدى الشعب الكويت بإجراءاتها وهذا الإجراءات أتمنى هنا تستمر لأن هذا الاستروار راح يحقق لها حب وقام بينها وبين الشعب يعني شوف الشعب التفصوبك الشعب وقف معاك الشعب قام يدافع عنك حتى لو الآن أصبحت في خطأ راح يدافع عنك لذلك استثماره وبناء الثقة بينك وبين الشعب ويعادة ولي فيه هناك نظريتي الآن عشان يستمر هذا الحب لازم أن تتعارج نقطتي نعم أولا القوة التشغيلية الصحية الموجودة عندك ومكانياتك في هذه المسألة والآن قدراتك تعيد دراستها العمل هذا التركيبة السكانية لازم تعيد التركيبة على قدرة التشغيلية الموجودة عندك في البلد هذا الموضوعين إذا وضحتي لها حلول أعتقد أنت استمرار دكتور هل فعلا عادت الثقة للحكومة بسبب هذه الأزمة وتعامل الحكومة مع هذه الأزمة أعتقد أنه يعني هذه الكارثة كانت نجاح للحكومة الحكومة نجحت بالفعل مثل مشارخي علي بأنه أصبحت فعلا قريبة من الناس رئيس الوزراء اليوم نجم يعني الحقيقة ورجل قاعد يظهر بنفسه ويتجول ويتصل ويعمل الحقيقة يعني الحقيقة ينسجل باعتزاز بصباح الخالد هذا الجهد الحقيقة أيضا هناك وزير الصحة للأمانة أيضا مثل ما وصفه سموه الأمير الدكتور الدكتاتور صار حازم ما فيه أحد يدخل اللي يروح للحجر ووائل آخر حصلت ثغرة بسيطة بدخول مجموعات سابقة وبدأوا الحقيقة في تلافي هذا الموضوع بإعادة فحصهم أيضا وزير الخارجية هذا الشاب الدكتور الشيخ أحمد بناصر محمد سطع نجمة في هذه الفترة وأيضا يعني حضوره ومتابعته لقضايا الكويتيين في الخارج وهذه كلها أيضا سعود الحربي دكتور سعود الحربي الحقيقي وزير التربية أيضا ظهر بصورة إيجابية بعد استشاراته مع جهازه في كيفية الموضوع الدراسي والجامعات والثنويات وإلى أخرى وعملية تعليمية إلى حد كبير أيضا محمد الجبري وزير الإعلام أيضا كان لحضوره في هذه الجهاز أنا أعتقد وزير التجارة للأمانة والنعم الحقيقة أيضا ما قصر ونجد الرودان خالد الرودان أيضا يطمن الناس على الموضوع المعاشي والتغذية والأغذية وإلى أخرى كل هؤلاء ينجحوا أنا أعتقد نسجل الرنة دكتورة رنة الفارس هذه الفارس أيضا الحقيقة في عملها اليوم بتوجيهات سمو الأمير لما قالها فورستيش الآن قاعدة تعمل على جوانب الشوارع أيضا يعني كلام أخي علي أن الحكومة أصبحت حيل قريبة من قلوب الناس هذا اللي حصل الآن ينبغي أن لا تفقد الحكومة عليها أن تحرص عليه تستثمر وبقوة تواصل العمل شنون تواصل العمل أنه صير بهالهبة بهالقوة حتى أيام اللي ما فيه وباء يا أخي يعني لازم نكتب علينا وباء ولا غزو علشان نصير يعني وضعنا زين هذا جانب جانب التركيبة السكانية اليوم إحنا صار أنا أسمع ويمكن تسمع وغيرنا الوافدين والوافدين طلعوهم طيب ليش يطلعون الوافدين لم يهبطوا من السماء ولم يخرجوا من باطل الأرض هؤلاء الحقيقة جاءوا بيرادة الكويتيين ما جابهم سموه الأمير بروحة ولا جابهم الله يرحم الشيخ عبدالله السالم سأله يعني زمان قال له لا عمال عندنا ترحيش غديم أنا متول قال يا أخوان كم واحد العبدالله السالم منهم وذلك أنتم لي بتوم فبالتالي عليك أنك تأخذ هذا الجامع شوف الوافدين مو قائسون وخلل بالتركيبة لا 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 الموضوع مش خلل ثلثين السكان وافدين يعني شنو مو خلل هذا خلل لكن هذا الخلل أنت مسؤول عنه كويتي كحكومة وكشعب شايف أنا أناس عطيتهم من تفيزة ودخلهم يشتغلوني الأخير اليوم ما تبيهم تفتر اتخذ قرارك وخلهم بيقاتلون بس السؤال السؤال المنطقي من سيقوم بأعمال هؤلاء هذه قضية الحقيقة كبيرة من سيقوم فيها لا تقول لي والله واحد بالجهاز الإداري ولا عضو تدريس ولا طبيب ولا ولا هذه الأعمال النخبوية يعملها الكويتي لكن الأعمال الأخرى دراجات حدادين صباغين بنائين دصابين يا رجل كاشير اللي يشتغلك بالجمعية مو كويتي فأنت هذه القضية الحقيقة تحتاج إلى عادة نظر شوف احنا الآن أشوف وسمة وأعتقد من الكلام موجه لك أنا أعتقد أن الحضر الحضر للتجوال هذا قرار إداري وليس صحي بسبب الكم الهائل من الوافدية وعدم القدرة التشغيلية لإدارة صحية لاستيعاب الوباء إذن هو قرار صحي صحي هو يعتبر أنا بالنسبة لي أنا أعتبر قرار إداري وليس قرار صحي والسبب الوافدية وسبب أن عندك أنت القدرة التشغيلية وزاعة صحية قيد قادر للاستيعاب الكم إذن هناك فيه خلل والخلل هذا أصبحت هناك القرارات متسارعة بسبب الاحتواء أي مشكلة قد تأتي الآن تداركت هذا الوضع إذن الآن الكويت قامت تستورد كل شيء حتى المؤذن والإمام المسجد قامت تستورده هناك وظائف كثيرة ليس لها دور مو موجودة إلا بالكويت على سبيل المثال اللي يعبي لك تشاس بالجمعية شنو وين قاعد نحن وين قاعدين في أوروبا سحبة جنطتها وما شاء وياها يعني هذه الوظائف أنا عندي نصف مليون وافد شغلتها شديد شهقة ليش الدليفوري عندي 22 ألف مثالي يعني على ذلك وكثير من الوظائف إذن ما يشتغل الله كويتي عاجي مع الحكومة أخطأت أن تقول لها سوى برنامج اسمها هدى وتحدى بعدين تشيب لي وافدين وتحطهم لي في رواتب متدنية وتقول لها تبيل كويتي نافذ ليس هناك لا يوجد في الكويت خطة استراتيجية لي بالموازنة أنت يجب أن تعمل كالتالي القدرة الاستيعابية أو القدرة تشغيلها في البلد هل القدرة الصحية قادرة إذن أنت عندك أمن قدائي منه صمد في القطاع الصحي في العالم كله أنا معكم معكم يطالي أسواح كلهم أخي أنا وصل لك أنا ليس هنا لنبجرد أوصل لإتقاد أنا أتكلم بوجهة نظرك أنا من رجل أتكلم بمشاكل والحلول ليس لديه الحلول لدى الجهة الاختصاص لذلك إعادة بناء بلد الآن عندنا ثقة الآن عندنا حكومة قادرة أن تصنع الآن عندها القوة اتهذت في حزب شبابها نازي ووزراءها نازي في الساحات القتال إذن علينا الآن نستثمر هذا القوة في إعادة تركيبة وعدم إرحاق القوة التشغيلية في البلد البنية التحتية الآن وجد أقعد أقولك حتى نستورد الإمام والمؤذن لأن الدكتور قالك ما يشغل صباغ ما يشتغل صباغ ما يشغل إعادة إنت كثير من البرامج أثرتها في السابق نعم خلى وتحدى أنا خليك وتحدى وإذا تحاربني إنت يا حقوق إنت يا حقوق التحاربيني إنت يبتهي العمال وقعدتهم لماذا لم تركزي على كيفية وضع خلق أجواء العالم الكويتين ما شاء الله هذا إيش الجمعية تبارك الرحمن كاشرية إذن إحنا الثقافة يجب أن تتغير الثقافة السابقة إن هذا تنبل قلت لك اسمعني بس قبل ما في ثقة الحكومة ما تثق في المواطن خايفة منها فلذلك هي دائما تدخل هذه العناصر عشان يشوف مفاصل الدولة بلاش الحلقة قلت المواطن لا يثق الحكومة تقولك المواطن في بداية الأزمة لم يثق بعدين الحكومة هي لما تثق ولذلك هي حلتها إخذ راتبك ويقعد بالبيت أنا أدير مفاصل للدولة وهذا خطأ يجب تكون هناك توعية أن يثق المواطن الآن بدأ تثق الشارحة على منع الحكومة الشارحة على الحكومة أول شيء المواطن اللي راضي أخذ راتب ويقعد بالبيت الحكومة اللي أنا مات بي الحكومة هي السبب الرئيسي هي السبب الرئيسي اللي خلقت إن الكويتي يتنبل لأن هي ما قدرت يتغير مفاهيمها هذه وجهة نظري الآن الحكومة الناس تحبك عندي إتراضي إجراءات تسوينها ويستمر هذا الحب الآن والله حتى لو عليه يطلع يتكلم عنه الحكومة ما يحد يخليه حتى التاجر ما يقدر يبطل حلجة تشوف الكلام فيه جزء كبير من الصحة بأن الحكومة هي المنطب بها صناعة النظام في الدولة صناعة النظام كامل من الحكومة نعم الحكومة هي المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والتوجيه هذه أساسيات ما في كلام هذه إدارة دولة ولو إدارة جمعية أنت تسويها لكن الآن أخي علي يتكلم أنه والله الكويتيين يشوفهم الجمعيات وينهم الكويتيين من الجمعيات كاشيارية شابة جمعية يمكن الحبيبي الأغلبية أنا الكويتيين شفتهم فعلا بالجمعيات وبكل الأعمال الصعبة والحقيقة اللي يمكن لا يمكن تصورونها الحكومة اعتمدت على من في هذه الأزمة اعتمدت على سوائدها أيام الغزو اسمعني بس أيام الغزو نعم ليش لأنه ما كان عندهم لا حكومة ولا هم يحزنون وهم اعتمدوا على أنفسهم قاموا والناس يعتمدون عنفسهم لأنهم لا يريدون للغازي أن يكون في كل شيء هذه كانت الحقيقة من النوادر الجميلة في الكويتيين نعم إنما اليوم العمل يتوه ترى صارت وإن شاء الله يا ربي ما تطول لكن ما في شك أن الصفوف العمامية الكويتيين ونرفع لهم العقل بكل تقدير الحقيقة اليوم بس هذه نخبة ترى اللي موجودين طباء موجودين ممرضين مساندات متطوعين إلى آخره صح لكن العمالة اليوم شوف الكويتيين بني من ولي يبنيه كويتي اللي قاعد يشتغل كويتي ولا وابد طيب شوفوا اللي ينظف الشوارع من هو شوفوا يا أخي كل شيء حتى هالحيض العمالة لا ينبغي أن ينكر أنه الوافدين دور إيجابي يا جماعة ترى لهم دور إيجابي ولهم دور إيجابي قديم وحدي أنهم عملوا وأهم شيء أكرر أهم شيء أن هؤلاء جاءوا بإرادتك ويخرجوا بإرادتك وتمنعهم من الدخول بإرادتك لأنه أنا تمنى وقولها علنا على هواء ما شوف اللي كويتي يشتغل بس بكويتي يشتغل لكن هل نستطيع عبد ترى علي يدري أنه ترى بعض هالعمالة جاي حقيقة إما لأغراض سياسية وإن كانت خفيفة أو لأغراض احتياجات لأنه ما في غيره يقوم بهذا العمل هذه نقطة نقطة تانية ترى السوق هذا اللي الكويتيين ما يكفونه ما 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 يغطيه أرباحه وكذا صحيح الوافدين يعني معاشاتهم من ذاك الزود قارنة بالكويتيين لكن يكلون يشربون يلبسون يشترون إذن إذن هم الحقيقة لهم دور وبالتالي الرأس مال لا يريدهم أن يخرجوا في نفس الوقت اللي قال أخي علي صحيح أنه هؤلاء لأنه جورهم أيضا أقل من الكويتيين حتما يفضلونهم يشتغلون بس تعال في كل الأجهزة الحكومة الكويتي يمفضل الكويتي يمفضل ما عليك من الحاج أنه لا يمفضل وقد يكون هناك بعض الوظائف الدقيقة يعني والله قد يكون مستشارين قانونيين قد يكون أطباء قد يكون لهم اختصاص قد يكون ولكن عددهم مقارنة بالبقية أما الأغلبية فهي العمل العمال الكادحين اللي جاءوا يخدموا أنفسهم يخدموا يخدموا كني علشان يخدموا أنفسهم ما هي جاء يعني تطوع ولا هم يحزنوه شايف وبالتالي تركيب السكانية ينبغي أن يكون التفكير فيها من أكثر من جانب أول نخطط لها مش راح تكون دائما نسأل هذا حتى لطلبتنا أنه جماعة نريد أنه تتغير التركيب السكان لشلون نغيرها طيب أنا لما غيرها بالأحلام الوردية أقول والله زين عند الكويتين خلي متزوجون أكثر وقال وقال إلى غير ويج غير الكويتيين أجنس اللي أنا أحتاجهم إلى خدا لكن منطقيا أنت اليوم بس بكويت يفكر الكويت قبل النفط وما بعد النفط قبل النفط الكويتين هم اللي يشتغلون في كل شي هم اللي يشتغلون لا قبل السبتين لا اسمع مني بل اسمعني بص يا دكتور اسمعني هي مو ذي باجة تشرح الله يطولي عمرك أنا قاعد أقول لك إياها إنت الآن في عندك مشكل إحنا لا نستثني العمالة التالية طبيب مهندس دكتور عمال بناء اللي يشهدون في عمار بلادنا هذا إحنا لا ننكرهم إحنا محتاجينهم لأن هذا مساهمة أساسية لكن إنت لماذا تبني لماذا يبنوا الكتب هذا أقول لك هذا أقول لك إنت إنت بنفسك شو تقول إحنا محتاجين إذن الكتافة نحتاج إلى هذه العمالة وقد تكون هذه الحقيقة محتاجينها في الوقت الحالي مساهمة في البناء إذن إحنا إشهل من الطلوب مننا إعادة نظام والتفكير يعني إحنا بحاجة للعمالة التالية مثل ما أنا ذكرتها لكل هذه العمالة أن تكون متواجدة قاعد نحتاج إلى المدرس إحنا إذا نقص ما نتكفي كم هائل طبيب محامي كادر أي كادر لكن تعال خلنا نعرف الآن ونحط نقعد بس علي نغط ما عارش ما عارش لسا ما عارش يعني أنا أشاطر فكرتي لا لا أحفظ فكرتك يعني أنا أعتقد أن المدرس والطبيب والمهندس والممرض وإلى خلال ما فيه مبرر لنا أن نحتاجهم اطراقل وظف الناس اللي عندك وشغلها أنا أتحدث لسبيل المثال أنا بس خلت لكن غيرهم أنت هذيل أنا أسميها وظائف النقبة تسمحني بس دكتور بس عشان فاضح تضرح كرال اللقاء دكتور خيارات مفصلي على كامل أي بس أنا أقول لك لا لا أبدا كرال أنا أتحدث فعلا بس أنا أقول لك شاء الله إحنا عندي قوة تشغيلية وذات الصحة عندها قوة تشغيلية بالكمل الخمس ملايين الموجود حاليا لا تستطيع تقدم الرعاية الصحية ما في دولة تقدر خلنا مستكمل خلينا أكمل ما تقدر تقوي إذا معنات أنت محتاج إلى عدد معين موجود في البلاء عشان القوة تشغيلية والبنية تحتيات تكون قادرة تستوعب هذا الشيء كذلك المخصول لستراتيجي الغذائي أنت لقيت أنك تفاوت إذن لا بد تكون هناك نظرة مستقبلية بأنك تقلد نسبة العمالة اللي أنت مو بحاجتها اللي ليس ضرورية مثل ما شرحت لك بالحصر اللي قلت لك العمالة يحط لك أربع ملايين وعندك ثلاثمائة ألف ما عندهم مقامات ما ندلي وينهم الآن يعني أنت الآن ثلاثمائة وستمائة ألف ثلاثمائة ألف ثلاثمائة أني أربع مليون حطهم بالأخضر وحطوا بالأحمر وحطوا اللون الأخضر قل أنا لازم أني أصل إلى هذا المنحنى إلى هذا العدد يكون متواجد عندي عشان تقدر البنية التحتية تشيلها وكذلك القوة التشغيلية القادرة في وزارة الصحر وإمكانيات الوزارات أنت تحملها ويبتدي يعاملون دراسة على كم سنة سنة سنتين يظلت غالب لكن أنا أقول لك ياها الحكومة الآن بدت الآن تزرع الثقح وهذا نحن فاقدينا الحكومة ما كانت تزرع بقيادة بالضبط المفرزة قاعد تقول لي فاصل هذا الآن كلهم نجوم الآن ما يشك أنا ما جاولته في سؤال قبل الفاصل وخصوص الحكومة تكلمت وائد عن الحكومة أنت الرابع بالأعداد تشغالين صح على موضوع اللي قيل أنت مطالب بحل مجلس الأمة الحالي ليش؟ بظل أزمة أنا أقول لك أنا أطالب بحل مجلس الأمة لا لا نتركهم في ظل الأزمة تبيحل مجلس الأمة ليش؟ الآن أجابه أقولها استرحى آسف أنا أطالب بحل مجلس الأمة لأن أدمجس الأمة لم يثبت خلال فترة الوجيدة حل ولا إنهاء يعني أو فضل العقاد خلنا نقول فضل للعقاد يعني دعوة انتخابات جديدة يعني فضل للعقاد وبعد يصير خير بيتين على قديم يعني عادي إذا كان هي دستورية يعني لازم توضح ما فيه أنا أوضح كتالي أنت رجل إعلامي كبير رجل وتعرف هذه الدولات أنا أطالب هل تطالب بالحل والدعوة لانتخابات ودعوة لانتخابات أوكي هذا موضوع آخر هذا شو يسر هذا المجلس الأمة لم يحقق لدولة الكويت أي شيء هذا قبل في ظل الأزمة ميش سوى لك جاوبني بالعكس في ظل الأزمة مجلس الأمة متألق يعني متعاون مع الحكومة للأمانة عقد جلسة وافق لها على التشريعات اللي تبي الحاجة إنه والله يعرقل وما يعرقل أنها حقد قبل كم يوم ياخذ وافق على مشروعات القواني تقدمت فيها العكومة لمعالجة الموقف بس هذا اللي إحنا اليوم بيه هذه أزمة هذه أزمة الشيء الثاني أنت تعرف أستاذ علي هذا المجلس هو إنتاج الشعب ترى يعني اللي بالجدر طلع على الملاس هذا هذا اللي طلع وبالتالي هذه إرادة الأمة متتبين المعادن في الشدة إذا المعادن الآن مجلس الأمة ماذا فعل يا أخي مجلس الأمة يا أخي يا أخي لحظة بس انتهى الحل لما تدعو شوف أولا الحل للعلم يعني دستوريا المادة 107 تنظم ذلك بأنه للأمير أن يحل المجلس الأمة بمرسوم من مسبب وأن يدعو الانتخابات خلال فترة لشهرين شايف وإلى آخر هذا قصة طويلة هذا الحل حق صاح بسمه في هذا الموضوع ما في مشكلة في يمتها ما وجد مبرر حل المجلس ودعو الانتخابات وياما حل المجلس ودعو الانتخابات وأنا دائما أقول في عادي شيخ صباح الأحمد لن تغيب الحياة البرلمانية سيكون هناك انتخابات وإلى آخر إنما الفرق هناك من يعزف على معزوفة من أبي المجلس هذا الحقيقة يمكن لحالة عاطفية معينة والله ما صار مني إلى آخر أستاذ آلي ودكتور ما عليكم المخفزة يتكمل سأر صلى خمس دقائق تقول لي فاصل مشاهدين الكرام الساسة يتنبؤون في المستقبل السياسيين يقول لكم شنو راح يصير فبعد الفاصل راح نتكلم في اللي تكلمنا فيه قبل شوي وراح نتكلم بالأهم وهو شنون ممكن بريلنا الروح الحضر لكل بعد الفاصل عودة معكم اللي طافت بطلب النظيف راح نتكلم عن ما هو مقبل اقتصادي راح أذل شمع أخوي علي السادة علي ما هو مقبلين على اقتصادية في المستقبل الآن كل منكم سمعنا الحكمة الاقتصادية الشركات قدمت الآن دراسة للحكومة بتعويضها بمبلغ وغدرة 20 مليار نحن لا نختلف قد يكون هناك أزمة حالة استثنائية وقد هناك شركات صغرى ومتوسطة تحتاج تعثرت الآن بسبب عدم وجود 20 مليار دينار 20 مليار دينار زي والآن هناك شركات صغرى ومتوسطة تعثرت هي الشركات الصغيرة بسبب قرارات الحكومية بإغلاقها أتفق معهم أن ندعم هذه الشركات الصغيرة لأن هذه الشركات خذت من المشاريع الصغيرة مبالغ وعندها التزامات مالية بسبب الظروف الاستثنائية تسكروا ما عندي مشكلة لدعمها لكن أنا أتكلم عن الشركات الكبرى هل يعقل الشركات الكبرى شلو صنعوا بوين شلو ناسة هذا لا يعقل أن الشركات الكبرى مبتو أن تعزز اقتصادي في هذا البلد كثير من الدول الشركات الكبرى هي التي تدعم الاقتصاد البدء وتعمل استقرار الشركات الكبرى هي مثل الدول إذا حصلت لها أي نوع من الاحتزازات ماذا تفعل؟ تقلص العمالة اللي عندها تسكر أفرع لها لكن أنت إيه الشركات؟ أرضك بلاش شغلك بلاش وأعضاء مجلس دارة كذلك بنوك إذا أنت حسيت أنه وصولك قلت نطري شهر شهرين ثم عيدي مرحلة تشغيش وأخذي قرض من أرضة حد تسددي للبنك لكن إنت تطلبيني فلوس هذه دلالة يدل أنا بوجه نظري إنه فلوس جمهني شركات جمهني لو إن العمالة يعني إحنا مو مثل الدول الثانية اللي هي الشركات الكبرى المصدرة اللي لها دعم اقتصادي واضح للدولة تقدم هذه الأموال للدولة وتدفع ضريبة ويكون نسبة كبيرة للمواطنين أنت شركتش كلها وافدي يعني إنت لو حتى سكرت شركتك ما رح تسوي لي بطالة في المجتمع أنا بوجه نظري هذا اقتراح أقدمه وهما صاحب قرار أي شركة تريد أن تقدر أن تأخذ الآن هذا القرض أو هذا التعويض أن يقوم بمثابة قرض أولا 50% تخفضين عدد العمال اللي عندك وتوفرين 50% من العمالة الوطنية ودعمها أن تكون داخل حتى أن ما يكون أنا الفلوس لكن المؤشرات عكس اللي قاعد تقولها نحن رايحين ناحية يعني في اتجاه أسمة بطالة ومسرحين جديدة أعتقد الشركات في الكويت تبالغ في وجهة نظري اتصادي أقول هذه هي تبالغ أنا تقدر أنت تقدر خلال شهرين ثلاثة تعيد نشاطك قلت لك هي دولة يعني شركات كبيرة كثيرة لابد يعني خلني تكلم بشفافية أكثر قد يكون هناك انهيار اقتصادي صار هنا ما صار لك شيء بالكويت العالم كله تضرر لكويت تثابة شركات ما صار لك شيء الحكومة دعمت أحد البنوك أنا أتكلم عن الشركات ما تكلم عنها أنا البنوك البنوك الآن الحكومة دعمتها الآن عشان تنزلك لأقصاد ستة شهور هذه تخفضها لك الحكومة تحط سيولة مالية لأنها تشتري ستة شهور وبعدها تعوضها نعم في الفترة الثانية لكن أنا أقول لك الشركات بالغت في العد يعني أحد الشركات قالت أنا أرباحي 2 مليار ونص في السنة 2 مليار ونص وتخسر شلو في شهر ش السالفة هذا ما شر يعني يعطيك علامة استفهم لذلك أنا أعتقد أن الشركات تستطيع عيدات نفسها هي مثل الدول أنا رجل يعني احترام السيدية نقطة أخيرة أنت الآن تريد مني أني أنا أثق فيك شو أثق فيك إذا بكرة أعطيك إذا إذا يأتي الدولة اليوم خصصت خصصت مفاصل الدولة وأنت السلاة والحين أنت خسراني وما تقدر بعدش أنت شا تسوي في مفاصل الدولة وما عن تلك ويترح تتعطط إذا أنت قيل قادر سكر شركتك شكرا أنا أعتقد أن بس تسمح لي بنقطة تراضية اللي هو الموضوع العمالة اللي حقيقة من تجار الإقامات عمالة أسميها عمالة تجار الإقامات هذه فرصة الحكومة الآن أنها تقول نقطة أول السطر بس يخوفي تعود على حليمة العادات القديمة بالغزو الكويت فضت من العمالة تقريبا مولي أن نحن رحلنا ما رحلنا أحد أنا ما نملك الرحل بوقتها هم رحوا قادروا عادة العمالة أضعاف ما كانت في السابق طيب إذن لماذا ردت السؤال الجوهري ترى على ذكرة طبيعة المجتمعات المرفهة نحن والحمد لله بعد النفط مجتمع مختلف عما قبل النفط وبالتالي عندنا خير وكذا والناس كلها من عمال تقول لي فيه بيت بيتين ثلاثة عشرة كويتية ما فيهم خدم يعني هذه حالات نادرة أي مكان تلتفت روح للشويخ روح للنفحيحين روح لأي مكان كل اللي يعملون عملها الحقيقة وافت كثير منها من تجارة الإقامات تلقاهم يدورون العمل للأسف الشديد قاطينهم يعني هم يدورون لهم دافعين وتعال وخط هذه فرصة لها بالنسبة الحقيقة لقصة التعويض أنا أعتقد نعم دكتور روح بوقف عند هالنقطة حبيب تفضل الخير بالكويتي مو بالوافدين تاجر الإقامات غالبا ما يكون كويتي مو غالبا هو أكيد 100% كويتي إذا كانت المعالجة للوافدين بترحيلهم لتأدير التركيب السكانية موقعا بس لكويتي ما حاشا شي أحسنت برافو عليك هذا نقطة جوهرية أنا أعتقد أنه أصلا مفترض ما في تاجر إقامات تاجر إقامات هذا منه أنا وأنت وعلي نجي ونحط لنا شركة وهمية ونبناس ونشغلهم وهم ما يشتغلون يدفعوا لنا الحكومة الحكومة يا أخوان ما راح تكون غيبية تعرف كل شي يطلع رخصة ويقعد شايف وبالتالي ومن قال بعض الأمور فيها قد يكون غض نظر للأسف الشديد وبعضهم الحقيقة قد يكون هامور كبير أوي ما يدرش عليه للأوي شايف فهذه الحقيقة موجودة اليوم بهالحقيقة الحزم الجيد من قبل الحكومة أعتقد أنها فرصة هالعمالة نحترمها بكل تقدير هذول بشر وهذول الحقيقة ناس يعني جايين يحسنون أوضاعهم شايف يبقى تعال أنت منوك فيلك فلان الفلاني عطوا حقوقها عطوا حقوقها عطوا حقوقها ما عندك شركة ما عندك مبي شيء الله مع السلام الله يسهل عليك حقوقها كاملة ويزيد عليه بعد أو خليه يروح يتوكل على الله هذه هتخفر جزئيا الموضوع الآخر بالنسبة للتعويضات الحقيقة نعم أنا أقولها بكل وضحهمنا الآن سجلوها بعد ما تنتهي الأزمة سوف تقام قضايا كثيرة على محلات يعني يعني اليوم احنا عندنا البي أو تي تعرفون البي أو تي الحقيقة بلدينج ها اوبريتينج ترانسفيرينج اليوم اللي بينا وي الأخرة شركة الحكومة تعطي كرط انت تبني وتعمل وي الأخرة وعقد أجار طويلة المدى نعم من 20 سنة فطالة هذين لازم تضمنهم الحكومة انه امورهم تمشي مضبوطة يعني ما يتعطل شغله ما يتعطل لانه هو الحقيقة دافع مقدما شايف هذا بعد شو رح يقول لي أنا تعطلت طبعا في هناك الضرورة حالة الضرورة الحقيقة وبالتالي هذه الضرورة قد يكون لها انما انا أقول لك رح تنترس المحاكم من قضايا من قبل هؤلاء ومن قبل هؤلاء الحقيقة نعم على رحس المال الكويتي الآن ان يكون الى الى جانب الشعب والى جانب الحكومة وانا للأمانة اسجل باعتزاز انه فيه كثيرين اعلنوا عاد وفاهم 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 هذا موضوع اعلنوا بانهم يقدمون اما مثلا فنادقهم يعني اما مستشفياتهم اما عماراتهم او اموال او اموال لا قصدي يخففوا عن الحكومة من وقت الراه او اموال و اي لاخره شفنا يعني فزعة الكويت اللي ذاك اليوم الحقيقة يمكن جمعيات خيرية جمعت في ليلة وحدة كل اللي تبيت طبعا هذه حالة انية انما مستقبلا رح يكون هناك مطالبات وقد يكون هناك الحقيقة قضايا قانونية لكن هذا رأس المال وهنا اتفق مع اخي علي انه رأس المال ينبغي ان يكون له هدف وطني كبير الوطن هذا اللي من خيره حصلت اموالك شايف ينبغي ان تتك ان تدفع ضريبة الان ما هي محسوبة عليك في السابق لكن الان ادفعها حتى يوم من اليوم تقول لنا في وقت المحنة وقفت وما طالبت فيما بعد انا فيه لقطة بأثيرها موضوع مطالبتي بحل مجلس الامة وانت قلت لي براشي في ذات الحلقة قلت لي انت طالبت بحل مجلس الامة انا لنظرة في مجلس الامة في تحقيق اهداف الان من عام 2016 حتى هذا التاريخ احنا استبشرنا خير برئاسة مجلس الامة سيد مجلس الغاني من اسرة اقتصادية اذا لازم يكون هناك عندنا نمو اقتصادي واضح الان احنا عندنا فيما اثناء الحكومة السابقة كان هناك انحدار وكثير من القضايا وطلع في خطابه وقال يتكلم عن الفساد وما الفساد حتى خرجنا ابونا وتاج راسنا صاحب السمو يخاطب لأول مرة في تاريخ الكويت رئيس مزراء يقول حارب الفاسدين والمفسدين وانت رئيس مجلس الامة تقول لا يوجد فساد وهذه مجرد حالات استثنائية اذا تتكلم عن سلطة وتكلم انت لم تحقق لي نموا اقتصاديا خلال استلعامك لرأسة مجلس مع الاعضاء الموجودين نقطة لذلك انا ليس هنا للهجوم انا اريد لمجلس لم يحقق لي ما اراه كان كامل سؤال عن التوقيت حاليا في الازمة طبعا انا اعتقد الان شوف يعني مطللتك كيف انا بس اقول لك وجه التظري لانما شفت الحكومة اقدرت ان تحقق ما نصبوا اليه من التعاون المثمر ووجدت ان المجلس الامة كان هناك عاقبات كثيرة اذا انا حل لجعل الحكومة تعمل والانتخابات لايس ضد اني القي الانتخابات وهذا صوتي وانت تكون هناك انتخابات في الوقت اللاحق بنت تهمي الازمة انت ليش ما تقول انك ماتى بي المجلس لا 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 في فرق لا 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 هذا شوف العيب ليست لا 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 اسمعين دكتور خليس انت تتكلم عنك باللساني ارجوك انا اطالب يحل مجلس الامة في الوقت الحالي هذا لا يعني اني انا اطالب اني الغاء المجلس انت المجلس ينحل وراح ينتقلون الكويتين تقريبا نفسها بيخالف ما اي ما خلي انا احتاج ما تدرش باقي على مجلس الامة اقل من سنة اقل من شهر هو طالب الان الحين طالبين هو الان ما سبعت المقاطع ماذا يقول يقول لك حق للمجلس مطالبة بطور دور العقد في حال استثناء يعني مجلس هذا قاعدك لسنة الهاية ممكن احنا انا بي هذا في ظل الوضاع ايزان اخو احنا مش المشكلة اذا كان هناك نسقن اذا كان هناك نسقن اذا بي نسقن اذا بي حلق لكن اذا كان عندي مو حلوا مجلس الامة انا حدري انك حلوا في 2016 مايلي يا دكتور صالح ادي بي اهدى شوية في 2016 انت عبيش تهدى في 2016 انت حليت مجلس الامة بسبب ظروف استثنائية من الوضاع الخارجية اكثر هالظروف شو عندنا يعني خلنت الكلام بواقع احنا ليس ستت خلنا اسمع عبد الحل اللي راح حل وجريت الانتخابات مضاشرة صح كانت الحكومة في السابق اول ضالك فضل لا مايدي اسمع يروح لا لا عشان لا تقوني شي انا ما قلت اولا بالنسبة للمجلس المجلس يؤدي دورة اللي حاسبة منه الناخبين في يوم حساب الناخبين شايف هذا حسابه غيره ما في حساب آخر ترى شايف النقده هذا مباح اخوي علي من هذا لعيبة فيه لكن انا اقول لك المادة خمسة اشتنص عليه على فصل السلطة صح مجلس الامة دور له دورين اثنين بس الرقابي اولا والتشريعين والتشريعين نعم زي هالدورين يمارسهم مجلس الامة كلام سني زي يسائل الحكومة يتابع الى اخر نعم الحكومة مسؤولة على التنفيذ لان الحكومة الحقيقة سلطة تنفيذية سلطة تنفيذية هي المسؤولة عن القيام بجميع الأعمال الحكومية والحقيقة الإدارة الحكومية هي اللي مسؤولة عن التنمية في بلد مثل الكويت الخليج مسؤولة اليوم غير قبل ايضا النفط وما قبل الحكومة تغريبا مسؤولة عن كل شي عن كل شي شايف وبالتالي دور المجلس ان يراقب اعمالها ويبدي راي عندنا التشريعات نوعي تشريع جاي من الحكومة وتشريع جاي من المجلس من الحكومة نسميه مشروع بقانون من المجلس يسميه اقتراح بقانون هذه الحقيقة النواب يقترحون والحكومة اقترح قصة طويلة هذه المشروعات طويلة لكن البرلمان مسؤول عن مراقبة تنفيذ الحكومة لسياستها المعلنة وللقوانين التي تم يعني التصديق عليها من قبل صاحب السمو الأمير وبالتالي هذا دور البرلمان دور البرلمان ليس أن يقعد في مقاعد مجلس الوزراء أبدا إلا إذا صار العضو وزير هذه مسألة ثانية فما فيها بس نقطة أخرى الخمسين بالمئة عمالة وطنية طيب ليش ما طالب بأكثر يا أخي لأن ما ما يقدر صحيح الخمسين بالمئة هذه إذا ناخذها بالعمالة الحكومية متحقق أكثر منها الجهاز الإداري الحكومي والإدارة الحكومية متحقق أكثر منها يمكن حتى 80% زين ويمكن أكثر حتى زين لكن بغير ذلك ما رح تكتر ما رح تكتر يعني مرة ثانية الناس اللي فيه خير الله أعطاهها الحين عنده راتب وعنده نعمة وعنده كذا وإلى آخر ما رح يشتغل عمل يدوي ما رح تلقى كويتي يعني إلا نادرا بين شرتي ولا صبا ولا كعربتي ولا ساتلايت ولا الأمور وإلى آخر من كثير من الأمور اللي لا غنى لنا عنها لا غنى لنا عنها لكننا بكل المؤهلات والحكي هذا ما نقدر نسوي هذا يراص التعقيب بشكل سريع بعد كلمات أخيرة ما ديش أقول لك يعني أنا أعتقد إن قتلك من 2016 حتى هاتذين يحقق لان ما نصبوا إليه من هذه المجالس وكذلك قم يحقق لذا كذلك والمجلس اعترض بخطابه الرسمي أنه لا يوجد هناك فساد وكذلك صاحب السمو قال هالكلام إذن أنا أحتاج إلى عادة عادة نظام الاتخابي وتحقيق العدالة أصبح هذا المجلس أعلى ويعتقد أنه يستطيع أن نغير أحنا في حالة استثنائية إذا لم يطبق القانون الآن مثل ما استثنى في مجلس 2016 في 2016 كان الحكومة احترامي الشديدة السابقة كانوا صفوف الاحتياط كان عندنا عندنا مجلس وما هو الذي يقول كل شيء ويتحدث في كل شيء الآن أصبحت الحكومة قادرة على أن تثبت وجوده وما كانتها إذن أنا أحتاج في الوقت الحالي بدعم من مجلس العنبة أخوي علي بدعم من مجلس العنبة لا تقاطر أنا ما قاطعت قلت لأو سباحة مراشد لا تقاطر لا قاطعت هو قال لي إذن تقاطر لذلك أنا أشوف هذه وجهة نظري وأنتمنى إذا كانت وجهة نظري تتفق معي تختلف معي هذه وجهة نظر نقطة ما علش قصة الفساد الحقيقة أولا من الفساد ما حدا أنا فيه موجود وفعلا سموه الأمير رئيس وزارة نفا اسمح لي بس لا لا رئيس من شمو النفا هو مناط عليه اسمح لي اسمح لي اسمح لي هل وجهة نظري مو على كيف تحطوه بس وجهة نظرك يا أخي الخطاب سموه الأمير وجه سموه رئيس مجلس الوزراء قال إن ثوبك نظيف وعليك حربة الفسادين والمفسادين وما بأسمع عن الفساد بل أنت لا تنسى أنه إنشئت هيئة بكافحة الفساد لو ما كان فيه فساد ما فيه شوف ما حد ينكر الفساد حتى رئيس مجلس الوزراء ما ما ينكر الفساد ولكن الحقيقة هذا الفساد فيه له أطراف معينة شايف هذا لا يعني منظومة كاملة متكاملة أنه إحنا دمار ولا فينا صالح لا موجودين صالحين يا أخي إنما اليوم عندي أنا سلطات أنا حكومة أنا دولة مش عزبة عندي هيئة وعندي قانونيين يلحقون انتهى وقت أبي الكلمة الأخيرة وأتمنى ما حد يقول لي مو وقتها الكلمة الأخيرة راح تكون من الضيوف لكل المصابين ببيوس كورونا كلمة تكتل المصابين في الكويت براء الكويت اللي شوفنا للمصابين نقول إن شاء الله ربنا يشافيكم والتزموا بما يفرض عليكم من قبل السلطات ولغير المصابين نقول التزموا حديا بالانضباط وإلا سوف يأتيكم الحظر الكل لأنه هذا قد يكون ضرورة بقى شغلة الحقيقة الناس عملت خير في مساعدات أنا أعتقد أنه عندنا فئة اسمها فئة البدون الحقيقة هؤلاء الحقيقة بحاجة إلى من يقدم لهم الدعم والإسناد وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وأنا متأكد أن أخي علي راح يوافق كلمة أخيرة أنا أقول لكل مصابين وغير مصابين اسمعوا خطاب رئيس مزراء بريطانيا وأنت تعرفون شنو هو المرض هذا سامعيكم شكرا لك أخي علي على الإجابة عجب من الأسئلة شكرا لدكتور على التواجد في هذه الحلقة مشاهدين الكرام الرسالة الأخيرة لموضوع ما طرحت نهائيا في نقطة خلاف وهما طلبتنا في الخارج منصجكم ولكن شنو أطرح لا حل في جدول وخطة زمنية وضعت من وزارة الخارجية وفي شيء ثاني مسلاح عندكم أنك تتصبر وتصير صبور وتنطر الوقت يعدي الوقت علاج لكل شيء وراح ترجع هذا شيء أكيد معاليكم الوزراء اكتفيته وشكر في هذه الفترة وعسى الله يزيدكم وأنا أولهم أشكركم ولكن أشكر كل الفرق اللي يشيرون تحتكم وبداية هم الدبلوماسيين إخواننا الرجال اللي برا والنساء اللي واقفين وقفت رجل حتى وكانت مرأة يشتغلون شغل عبر الاتصالات يمكن ما أقصد أني أزري أو أنزل من قدركم ولكن البعض يتعامل معكم في هذه الفترة وعنكم موظفين كول سنتر مع أنه تدولوماسي ولكن عذروننا على هذا الضغط ونعلم بأنكم آخر من سيعود إلى عرض الوطن أنتم على الرأس ويعطيكم العافية مشكورين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا